يمكن زي ما أنا قلت فيه نمش فيه كلف بس يمكن يختلط الأمر على بعض الناس هو النمش هو الكلف هو البقع مفيش فيه بقع غمقى ظهراء فيه بقع على بشرتي جلدي اغمق جلدي فيه بقع بتاعي تظهر بقالها خمس سنين بقع ظهرتلي شهر اللي فات ستات كتير قوي بيقولنا العيادات متضايقين من مشكلة التصبغات اللي بتظهر على بشرتهم خلينا نفرق الأول النمش عن الكلف عن التصبغات اللي بتظهر مع السن على البشرة النمش دي حاجة بتظهر عادة بتكون في البشرة الفتحة نادرا جدا لما نلاقيها في مصريين يعني بشرتنا أمحية شوية غمقة شوية صعب يظهر فيها موضوع النمش ده بس في بعض المصريين بيكون عندهم البشرة فتحة جدا فيظهر على النمش نمش بيظهر تقريبا ده النمش ده بالضبط كده النمش وي نظهر في السن صغير من سن صغير خلي بالنا التصبغات كلها باجميع أنواعها بيبقى لها استعداد وراسي أنا عندي استعداد وراسي ان انا يظهر لي النمش عندي استعداد وراسي ان انا يظهر لي الكلف لما خلف عندي استعداد وراسي ان انا يظهر علي التصبغات اللي بتظهر مع سنمع التعرض للشمس او الناس الـ بيحبوا يعودوا في البحر ويعملوا تاني ويقوم الشتاء بقى احنا عايزين نعالج الكلام ده طيب هتعملي ايه الصيف الجاي هنتكلم عن الكلام ده كله بس خلينا احنا منتكلم دلوقتي عن النمش فدي حاجة طبيعية جدا دي طبيعة بشرة الشخص ده فكرة كلها ان الميلانوسايتس او اللي هي الخلايا اللي بتصنع الميلانين بتصنع بكمية زيادة شوية في نقط في البشرة فبتزيد كمية الميلانين في المنطقة دي بالطبع بالطبيعي جدا هي هتزيد لما نتعرض للشمس فعادة اللي عندهم نمش بيحسوا ان الموضوع زاد اكتر او اغمقت اكتر في الصيف في فترة الصيف لما يروحوا يصيفوا ويرجعوا يحسوا ايه ده اغمقت النمش نفسه يغمق النمش نفسه يغمق ويزيد شوية مع الدخول للشتة بتبطيك تحس ايه ده لا بتبطيك تخف عشانك دايما بقول لها انت دلوقتي انت متضايقة منه في الصيف استني الشتة لما هيدخل هتلاقي خف عايزة تعالجيه حلو احنا ممكن نعمل كاميكال بيلينج هيقلله شوية مش هقولك انه هينهيه دي طبيعة التأشير الكيماوي او اعمل فراكشن ليزر ايا كان التريتمنت اللي هعملها عندي لازم تبقى البنت عارفة كويس جدا ان دي طبيعة بشرتها هي حتزيد في الصيف مع التعرض للشمس وحتقل لما نبعد عن الشمس فدايما دايما مع النمش مع الكلف مع اي تسبغات دايما بننصح السيدات وحتى الرجالة يحطوا الصانبلاك يستخدموا دايما الواقي للشمس مهم جدا مش ماينفعش تبقى تنزل في الصيف وهي بتعاني من النمش وهي متضايقة منه مع النمش ده في حتة كتير قوي وعند ناس كتير قوي يحبوه قوي اه بزبط دي علامة جمال يعني البنت اللي عندها نمش دي وشعرها احمر دي اللي يرى دهات دي دي البروندية حاجة مشكلة يعني في حتة كتيرة احنا عندنا فيه بنات كتير قوي بتتضايق موضوعات طب استخدمي بقى واقي الشمس عشان تقللي شوية من حدة الجمعين بتاع النمش الكلف ده بيظهر عادة برضو بيبقى فيه استعداد وراسي اسبابه كتير قوي ممكن تبقى الست لما بتبتدي تحمل اول حمل بتبتدي تكتشف ان هي ابتدت منطقة الوجنتين مصلي بتظهر اكتر في منطقة الخدود ممكن تظهر طبعا في الدقن على الشفة العلوية على الجبهة حتى ممكن تظهر في اماكن اخرى من الجسد بس اكتر الاوقات بتبقى على الوجنتين الخدود وتفسيرها فيسيولوجي برضو وفكرة ان الميلانوسايد برضو او بتزود بيزيد التحفيز بتاعها فليه لانه وقت الحمل بيطلع هرمون اسمه الميلانوسايد ساميليتين هرمون اوكي وكمان الهرمونات الانوسا اللي بتطلع في وقت الحمل دي بتحفز الخلايا دي كالف بردو بتحفز الخلايا الميلانين ان هي تصنع السبغة اللي هو الميلانين اللي بيدي اللون الغامع فهي بتبطي تظهر عندها وقت الحمل حتى اختفي مع الحمل عشان كيف يسموها عادة اللي هو الماسكوف برجنونسي او قناع الحمل اوكي لان السيدة فجأة كانها لابس وقناع يعني هو بيزار في وقت الحمل بس ولا ممكن يزار في وقت تاني لا طبعا ممكن يزار في وقت تاني سيدات البعد فترة المينو بوز بيبتدي ياخدوا الاقراص الهرمونات الاسدروجن البروجسترين عشان تعوض الهرمونات اللي قلت عندها عشان ايا كانت المشاكل اللي ممكن تظهر يبتدي يظهر لها ممكن دي بقى البعد ده كنة لا اكتشل ده الكلف السيدات اللي بتاخد الاقراص من الحمل الهرمون برضو بيظهر لها الكلف هم مصدوين هم غلابة هم غلابة أنا يعني بتصاب عليها كل حاجة لازم كل حاجة لها صايد بالضطط يعني مش بس فترة الحمل لا كمان بعد الحمل واخرنا اقول مع التعرض للشمس هيزيد عند كبار السن والبعد ده كنة في بقى بقى بتظهر مع التقدم في العمر الجلد بيبتدي أشيخ شوية بيبتدي الخلايا اللي بتصنع ملايين تزيد شوية او تزود تصنيعها للملايين فتظهر زي بقى كده تقريبا ما عندنا صورة بقى لها زي دي زي دي زي دي الزبط بنشوفها كلنا في أهلينة يعني بنشوفها بالذات ميني بعد السن الخمسين تبتدي تظهر مش بتظهر بس على الوجه بتظهر كمان بنشوفها كثير قوي على ظهر أبطيبا أكتر من الوجه فعلا هي مش أكتر من الوجه هي بتضيقهم لأنهم ما بيبقوا شايفينها على طول أنا شايفها على طول في إيدي بتبين بقى أن هي بقى حصل عجز سواء عن الرجالة أو السيدات ودي طبيعي طبيعي جدا بالذات بتزيد أكتر مع الناس اللي بتحب تتعرض للشمس خلي بالنا احنا قلنا النمش في الأول خالص بيظهر أكتر مع الناس الصحاب البشر فتحة الكلف العكس الكلف بيظهر أكتر مع الناس الدكنة مع عندنا مع الناس اللي بشيتهم أمحية والأغمأ كمان البقع الدكنة دي اللي هي بتظهر مع السن مع التقدم في السن اللي هي سبابها أكتر زيادة تعرض للشمس بقى على مدار السنين اللي فاتت ده بتظهر أكتر في فترة في البشرة الفتحة برضو يعني النمش والبقع الدكنة بزبط كده فأيا كان بقى عندي نمش عندي كلف عايزة أحافظ على نفسي من أن يحصل بقع دكنة مع التقدم في السن لازم أستخدم واقع لازم خلاص احنا بقى دلوقتي أي حد بيدخل لنا أيا كانت أي مشكلة كالطباء معدين أي إن كانت أي مشكلة اللي عند الشخص اللي داخل لنا العيادة لازم يستخدم سن بلوك واقي شمس مهم جدا يبقى على القل ده ده بسم الله الرحمن الرحيم سن بلوك ده لازم مع بصي أي حاجة سواء أنا بقى هعمل له حاجة كأنتي إيجينج هعدي له حاجة عادة نضارة هعمل له هعالج له تصبغات هعمل له بوتوكس هعمل له حافظ على ده تاخد بقى الساملة حيستخدم ساملة حتى في الشتاء دكتور هين بص هقول لك حاجة إحنا للأسف الشتاء إحنا الشتاء دلوقتي ما بقاش إحنا كان زمان حر جاء في صيفا دافئ منتش دافئ قوي بس برضو بسطيل الشمس عندينا خوية جدا أنت آياد في العربية حران فبتشغل استخدام بضغل الجو بره برد قوي برد أوكي فالشمس دي دي مشكلة كبيرة قوي إحنا بنبقى متخين الجو برد والشمس لا مش هتقصر علينا هل يبقى لنا كمان مش الشمس بس السيدات اللي بتدخل المطبخ خطوات كتير هم بتتعرض للحرارة بتاعة المطبخ يبقى هي مش هتدهن بس واقي الشمس لما تخرج لما تعرض للشمس لما تاخد ولادها في التمرين الصبح أو توديهم مدرسة لا وانت داخل المطبخ تطبخي بليز لو سمحتي استخدمي واقي الشمس ده منداتري ده أساسي لكل الناس بيحافظ عليها حتى لو حصلها فكرة عندها استعداد لظهور الكلف أو كده أن يقل حدته يتقل قوته بس ولازم طبعا لما إحنا هنعالج هنبتدئي نعالج لازم حضرتك تحافظي على نفسك كمان مع العلاج اللي احنا بنعملولك في الكلينك في العيادة أن حضرتك تبقي طيب نتكلم بقى عن طرق العلاج بالتفصيل لأن احنا شرحنا وفرقنا بين كل حين هدفها كلها إيه هدفها كلها إن احنا نقلل درجة السبغة الموجودة في البشرة إن احنا نشيل طبقات من البشرة اللي فيها زيادة في اللون أو تصبغ ده أو تصبغ احنا اتفقنا إن كل الأنواع هي تصبغ زيادة هي تصبغ زيادة طبعا بالبديه جدا مديهيا جدا هي فعلا تصبغ زيادة سواء بقى على هو احنا عارفين الجلد متكون من ثلاث طبقات الطبقة السطحية خلص الأولانية اللي هي الخلايا يعني بتبقى زي ترتبع فلورس كده أو خلايا تحت بعض مترتبع تحت بعض وبعدين الطبقة اللي فيها اللي بتدي التومك للجلد وبعدين طبقة الكتلة الدهنية تحت من لي التصبغات دي بتبقى على في الطبقة السطحية بس بتنزل الأوقات للطبقة اللي تحت تانية طبعا علاج دي بيختلف عن علاج بزياد في الكلف لأن الكلف ممكن يبقى سطحي وممكن يبقى غوي دي طبعا بنقدر نعرفها باستخدام دوق معين عندنا في العيادات نقدر نبقى عندنا زي نبريدكت شوية نتنبأ بهل العلاج هيبقى سريع ولا لا هياخد مننا وقت شوية بتاعها حاجة اسمه وودزلايت بتعرفنا شوية العمق بتاع التصبغ الموجود كل ما كان تصبغ سطحي اكتر كل ما كان العلاج طبعا اسهل كتير واسرع طبعا بقى حنستخدم تأشير كيماوي اللي هو تريكلورو أساتك أسد أو ودي حاجات جميلة جدا في علاج التصبغات بالذات الكلف هنستخدم الفراكشن الليزر واصبح كان زمان استخدامه صعب شوية لانه كان يعني اعراضه الجانبية اكتر شوية الجيل الجديد طبعا دلوقتي بالتكنولوجي الجديدة خليتنا قدرنا ان احنا نعمل تأشير للبشرة وتقليل كتير جدا للتصبغات من غير ما نزيد التصبغات دي من غير ما نعمل الحروق اللي كان بتعمل التصبغات قبل كده فقدرنا الحمد لله نحن بالفراكشن الليزر نقدر نعمل الكلام ده نستخدم ميزو ثيرابي بقى نستخدم معاها PRP زي ما قولنا قبل كده ده كل بيكمل بعض دفنت لي حلو جدا انت تستخدم كذا علاج بس في حاجة مهمة جدا يعني بما اننا في مكان بنحب نوعي اكتر المرضى مش بس نقول احنا بنقدر نعمل ايه لأ انا مهم ان المريض نفسه يبقى عارف او الشخص اللي بيشتكي هو ده مش مرض دي شك وعندهم الداي ان في حصل تصبغات لازم تبقى عارفة كويس جدا سواء هي سيدة او رجل ذات السيدات اللي عندهم كلف وعندهم استعداد ان يطلعوا لهم كلف ان علاجه مش بس في العادة مش بس ان احنا هنعمل لك chemical peeling اه هتتحسني وحتروح مش هنعمل لك fraction laser بعد ما اتروح خلاص هريدك تنسي وتفتكري ان الموضوع خلاص راح انت تحافظي ده لايه بالزبط كده حلوة كلمة هومورك انا هاخدها منك اه لا 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 تمرني في حاجة مرسي فهي الهومورك اللي عليها بقى ان هي فيه كريمات لازم تمشي عليها على طول مش بس مش عشان هي عملت جلسة في العيادة واستمتعت ان خلاص راحت التصبغات دي ان هي تسيبها لا عالك زي ما قلنا في الاول لازم كريمات تفتيح لازم تمشي على كريمات تفتيح يومية حاجاتك بتكتب لها عليها طبعا طبعا لان السوق بتاع الحاجات دي الماركت بس يعني وفي حاجات غريبة بتظهر دلوقتي بس يعني الحمد لله احنا بنستخدم دايما بنكتب الكريمات المناسبة وفي تركيبات معينة احنا بنطلب ان هي تتعامل بطريقة معينة طبعا بتبقى هي اكتر مناسبة لشخص لكل واحد